السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بسام الشماعة الجزء الثالث من تسمية قبط وأصل تسمية أقباط وقبط من المصدر المعتبر أستاذ دكتور عبدالحليم نور الدين كنا توقفنا على فكرة التسمية بتاعة حت كابتح والتسمية دي القرن التاسع قبل الميلاد تقريبا في إحدى الملحمتين بتوع الشاعر الغريق الشهير هوميروس هي الأودسة إحنا عندنا الإلياذة والأودسة في الأودسة بها ظهر اسم إيجوبتس إيجوبتس مشيرا إلى مصر ولما تيجي تدرس الاسم ده اتضح أنه مشتق من الاسم المصري القديم حت كابتح والواضح أن اليونانيين وجدوا صعوبة في نطق حرف الحا في بداية ونهاية الكلمة عندنا حت هذه حا ابتدت الاسم بحياء كابتح برضو حا في الآخر فاستبدلوا الكاف بحرف الجيم وهذا الإبدال قائم في اللغات القديمة والحديثة وبالتالي أصبحوا بينطقوا تسمية المعبد ده أو تسمية مصر إيجوبت أو أيجوبت ألف وعليها همزة أيجوبت ألف وعليها همزة يا جيم وبعدين أضفوا إليه زي ما هو الحال بالنسبة لأسماء الأعلام في نهاية الكلمة حرف السين مسبوقا بحرف من حروف الحركة علشان يصبح أيجوبتس ومش بعيد عن الأزهان إن اسمه خوف ومسلا زي ما بلنا أستاذ دكتور عبدالحمن الردين رحمة الله عليه نطقوا اليونانيين كيوبس وإسمه